السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام تمانا تكونوا بخير حبيبات سمونا كمانا انسى الترحيب بالمشتركة الجدد مرحبا بكم حيباتي في قناة مطبخ سمونا القلمية اليوم ان شاء الله سوف ندري لكم طاجين جبن الوصفة هذه خبيبها رمضان سوف تهبل 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 اللبناء تشوفوا معروف الطاجين جبن يقهم الفرماج ياسر يقهم بالتاريق سوف ندري لكم احد المكون يقوم بالتاريق سوف تصخف البنات وفرات سوف تابعوا الفيديو من الاخير سوف ترى معروف الطاجين سوف ترى كمانا لان البلاطو كبير يعني ان تكون بلاطو صغير اكيد ستكون عالية وهذا هو المهم كما نقوله تعود واطية وعود بلاطو كبير سوف تكون كمية عائلية ثاني تعود عالية ياسر ما فهمتوا؟ هنا الحم ونزيد نقلي الحمتاعي قليا شوفوا هنا الحمتاعي قليا على هدية قليا تشوفه كما هكا المهم ذلك نقليه ومستحسن يكون ترى خير البنات هنا تعبني قليا ونزيد من المجمد ونضعه طويل ونضعه طويل ما كان لنا لا نضربه خلاص درك هنا بعد ما تخليل اليادي الحم سوف نضيف لها البصل نضيف لها زيتا تقليل نغمها كما هكا ونضيف لها المعدنوس ونضيف لها الثوم الثوم اختياري مئة نحبه في الكفتة او يعطيها البنات يعني التوم نحبه او فص صفرات يعني فص صغير اه مش رحي مش رحي مش رحي كما نقول احنا نضيف لها البناتها ونضيف لها تقليل المكونات التاعية ورايح نضيف لها هنا الفلفل لكحل والملح وخلاص هذا المكان هذه التوابل كي يكون يعطينا البناتها وما يفقدش ما بالتوابل يسرح يفقد البناتها وكانت أطباق فيها تواب والأطباق لا يعني نحن اصلا نحن نحن نزق معها كما كانت يعني مستعملوا تواب اليسر اه وما يجب دينا اكيد الماء وحطيت شوية مع النوز كانت أطباق لبنات لازم فيها تواب لكن كانت أطباق ليس شرط لازم توابل فهمتوا الماء من غطي ذلك البرماتي ورايح ندرك نمرقها بالماء يكون سخون نشوفها نرى هنا الفلفل لكحلمتك لكي لا تستطيع تضع لانه لديك أطباق نظر 700 غ كفتة هنا كونجا وقد ذلك شيئة عالية في البلاطو وديكا 25 إلى 30 الصغير المهم انتم لاحب بها كيفتة 700 غ وكشفت وقلت الله الله يبارك على الابنات نحكم القلية للكفتة حتى ننشف شوية من الماء ومبعد يتكريحة نزيد لها هنا يغرر يتبدل لون تح بركبة نزيد لها شوية تعب صلي نخلطها كل هكا ننشف خلاها من الماء ذاك ثم نزيد لها الابصل ونجعلها تقلل وشوية ثوم ثاني وثوم ما قلت لكم اختياري شوية مع تنوس ونخلط لها الملح ثاني والفلفل اكحل نجعلها صحة تقلل شوية نزيد لها الملح والفلفل اكحل ثم سأجيكم الماكلة بنينا بنينا من مستحس حتى نتقلل لحم تلكم ولا الجيش تلكم سأجدوا توابل ونزيد لها ونزيد لها البنة ثم سأجدوا نزيد الملح والفلفل ونزيد لها ونزيد لها ونزيد لها كما هيكا نخلق المكوناتين ندرك هنا نجيبوا شوية من السوسة ديكا اللي يكون طيبة فيها الحم ونزيد زوز عظمات ونخلط حتى نتحصل الخليط يكون جاري ندرك هنا تربع عظمات ونزيد زوز خلاف يأتي بسة عظمات ونزيد لها العظمات لكن قدرت وكيله ونزيد لها 8 عظمات كما هيكا ونزيد الكفتة هذه تحضمها لها ماذا تفهمت؟ هذا المهم نزيد هنا نزيد نصف ساشي خميرة كيميائية ونزيد هنا ثلاثة فرمجات ربعة ربعة فرمجات ثلاثة فرمجة ديكا كان بربار ثانية مليحية ونزيد كما هيكا ونزيد الكفتة من داخل البنينة ونزيد المكوناتين سوف نجلب البلاتو داعي ونزيد 25 على 30 سوف ندهنه بالزيت ونضعها الطيب هذا البلاتو داعي لدي ملف كيلو كيلو تأتيكم عالية 700 جرام جات ناقصة وثاني لو قدرت وزيد كيلو ونصف سأتيكم تهبل تأتي علي أخلاق وهكذا لكن لو قدرتها قصوا الكعبات صغارة للبنات ونزيد كما هيكا ونضعها طول للفق لا نقوم بإمكانهم كما أنا لا أعرف المرادين سوف نقوم بفرمجة من فوق لأنه يقوم هنا نرى هذه الطريقة تحبوا تقوم بفرمجة مثلا وتضعوا الفرمجة من فوق وتقصوا الكعب على ثلاثة وتضعوا من فوق سوف يقوم بفرمجة لا نقوم بفرمجة ويقوم بفرمجة ونقوم بفرمجة ونقوم بفرمجة سوف أخبروا الكعبات هناك كاملة ونضعها وضعت لها نصف كاس تاع ودوبتهم كما هيكا نضيعهم للنار وكما هيكا سوف نتحصل عندي الفرمجة تضعوا ما هو إسمه يا ربي والله ينسيت على اسمها هل وين بعد ما تطيب لديك الطاجين جبن تاعي وهي الكفتة الطيبة والحمار اللي من فوق نصب عليها الخليط هداية للفرماج كما لا يقوم بالحليب اللي بنت لا يقوم بالتاكل ولا تتبعوا منها سوف نوزع الخليط لفرماج كل من فوق كما هكذا ونضع الفرماج طفيت والبنعت نتركه نطفي ونضعه سخون بعد ذلك نضع الفرماج ونضع الفرماج المرابي ونضعه في الفرماج سخون ونضعه يدوب ونضعه يدوب ونضعه ونضعه تصخل ونضعه ونضعه على نار قليلا ونضعه يسخن ونضعه الفرماج كما هكذا تحبه طيبه 10 دقائق دقس ما يحكم روح ودوك الفرماج كما تحبه لبنعت المهم ان ترونها كمية كبيرة قلت لكم كما تدروها عالي نقص الكعبات كبارة من الكعبات انظروا هذه هي تجينجي بنتعنا يسخف الابنات ان شاء الله يا ربي يعجبكم ان شاء الله يا ربي يكونوا تخيفة لكم البرتابل تايمة 200 حق الصورة هذا هو تجينجي بنتعنا ان شاء الله يا ربي يعجبكم وان شاء الله يا ربي تجربوه خبيوا الوصفة دي رمضان ان شاء الله يا ربي اللي عندها اي تقدر تديروا منظر كبارة وليما عندوش هو يخليه رمضان ان شاء الله يا ربي واللهما ارزق احبتي بما رزقتنا ان شاء الله يا ربي رب يرزقكم ونخليكم حيبا تمونا في امان اله سلام شكرا